السلام عليكم تتابعي قناة كوزين سي ما تنسوني يلقاكم هاد الفيديو كما العادة وانتم باحسن الاحوال ان شاء الله الفيديو ديال اليوم غدي يكون عبارة على وصفات لدهن الحبس وصفات صحية وكادشي اللي بسف اكيد الى جربتوها غديتطبحوا مدمنين عليها فكيمكن تلاحظوا معي في الصورة وصفات لي كادشي بحال لي كتبع تماما او لا احسن بكثير لا في المضاق لا في الشكل فنخليكم مع الفيديو باش تعرفوا على طريقة تحضر ديال هاد الوصفات وإلي كنتوا اول مرة كتزوروا القناة اشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس بجدائما نوصل لكم جديد القناة ونخليكم مع الفيديو ونبدأوا على بركة اللي باول وصفة في هاد الفيديو اللي هي وصفة ديال نيوتلا اولا وصفة لدهن الخبز الشوكولاتة اللي كانت نحن بيها الخبز ديالنا كجي زوينة بسف اكيد ما تفرقوش بينها وبين الشوكولات ديال الوصفات اللي كانت ناخده من الاسواق هذي كدي صار حل ديال بسف فكيم ما اشتو معي هنا هندي مئة كرام ديال البندوق اللي غادي ندور في واحد صينية ديال فورن وغادي نخلي حتى يتحمر بها الشكل هذا يحمروا في الفران تقليبا 1-15 عشر ديال تقاق على حساب الفورن ديالكو ياخد هاد اللون هادا ومن بعد كتحيدوهم الفران وكتكشروا لي هاديق القشرة دياله ومباشرة وهو سخون بطبيعة الحال كتوضعوه في واحد طحانة كهربائية باش كتطحنوه مزيان غادي تحولوا انكم تطحنوه جيدا حتى كيصبح لكم على شكل بحل شكل ديال بخاليني وإلا كانت عندكم هاد طحانة هادي ما كتطحنش مزيان فكت تتعملوها هكا وحد جوج معالق ديال الزيت المائدة باش كتعاونكم هكا تطحنو الخريط ديالكم وكم تطحنو بهات الشكل هادا تكيصبح لياه هكا بحل هاني بحل شكل ديال اعملو او شكل ديال بخاليني صافي مباشرة غادي نوضاي نفس الكيمييا اللي وضعتدي للماء البندق فاستعملت مية كرام جيال البندق وغضفتليها مية كرام جيالة السوداء اه درور ان يكون النوايه جيدا باش كيجيكم هادا الشكلات هادا كيجيكم بنين بساف وكذلك بنيسبة الكيمييا جيال للبندق او الشكلات فكتستعملو لحسب الرغبة ديالكم تقدرو يعني تستعملو يجب ان يكون مباشرة بعد ان تحلي الشوكولات جيدا سوف نضعه مباشرة في واحد هكا علبة للججاج ونجعله قادرة من بعد كمية تشوفه سوف يصبح عاقد الشكل سوف يقبط رسوم جيدا سوف نضعه ثاني وصفة الشريحة كمية من الشريحة سوف نضعه مباشرة لديك كأس زيتون ويندي زنجان محمر كمية تسمعه اختيارية انا اضافة لديك كبير سوف نضعه من تحضر كيميات الشريحة وضعت الشريحة بعدها قدرقها باستخدامه وضعه كبير من الماء بمهم يضعه الكمية لديك شريحة وضعه فوق النار لأنها كانت شربة جاعة لديك كمية نحضرها من على النار ونحضرها رؤوس نحضرها بشكل كبير ونضعها بطحان الكهربائية تطحنها جيدا او لا تقدروا حتى تخليوها شوية بينها يعني تطحنها بشكل متوسط يعني تخليوها واحد طريفات اللي كي يجو بين انفادك المربا ديالكم ما تجيش هكاك معلكة بزاف او التي يبقى لكم تمال اختيار المهم تقدروا اما تطحنوها مزيان حتى تولي كلها معلكة او لا تقدروا تخليو فيها كما قلت لكم هاد الطريفات باينين سافي مني كنطحنها كنضيف لها جنجلان محمر وكنضيف لها كذلك زيت زيتون ربع كأس كما قلت لكم وتنخلطوا هاد الشي كامل سافيو تصبح المربا ديالنا جاهز اكيد كما اشتو معي وصفة صحية بدون اي اضافات او لا سكر وكاتجي الديدة بساف غير جربوها غادي تنال ايجاب ديالكم وغادي نوضعها في واحدة القرعة ديال الزاج او البوطة ديال الزاج بهذا الشكل هذا من الاحسن ستعملوا هكا بوطة ديال الزاج لانهم تيكونوا صحيا اكتر وما كيت اكسدوش ليكم هكا او اللا كتنقص الفعالية ديال الوصفة سافي سنغطيها وغادي نحتفط بها كذلك جانبا هنا غادي نمرو الوصفة الموالية الوصفة ديال الزبدة ديال فو السوداني او اللا كوكاو او اللا شكل ديال الاملو كيما بغتوا تسميوه هنا غادي نحتاج واحدة زلافة ديال كوكاو مقشر او اللا ميشنوه خمسين كرام او لا تقدروه ستعملو كذلك كويس يكون بالقشرة ديالو وكندخلوها الفران اللي مسخان من قبل تكيت تحمر تقريبا واحدة خمسة تزال عشر ديال تقايق انا هنا تقريبا شي شوية تحرقو لي بعض الحبات لكن مش مشكل انتو ما حاولوا ما تغفلوش عليه يعني فقط ياخد غير هادك اللون الدهابي سافي وتسخرجوه من الفران وهو سخون بطبيعة الحال غادي تتاخدوه وكتوضعوه في الطحانة ديالكم وكتطحنوه جيدا وإلا كيما قلت لكم إلا عرفتوا بأن الطحانة ديالكم ما كتطحنش مزيان بتقدرو تزيدو حكا واحد جوج معالقة ديال زيت المائدة وتطحنو كوكاو ديالكم مزيان ومرة مرة بحال حكا كتحيدو هادوك الجوانب باش كتتأكدو وكتساعدو كذلك الخالات ديالكم أنه يتطحن بشكل متساوي كذلك كماشتو معايا ضفت واحد ربع ملعقة ديال الملحة باش كتبنن لي هاد الكوكاو هادا سافي وتنكمل هاكا الطحن ديالو مزيان سافي حتى كيصبح لي هاكا الشكل ديالو بحال شكل ديال أملو كيصبح لي خالط متجانس كما كتلاحظو معايا في الصورة وغادي نضيف ليه العسل غادي نضيف تقريبا غير واحد المائلقة كبيرة انا العسل يندي هنا عسل طبيعي باش كيعطيني كما كتلكم كيزيد لي واحد القيمة غذائية للوصفة وصافي بهذا الشكل هادا كنستمر في الطحن ديالو حتى كيصبح لي هاكا الشكل هادا من بعد غدي ناخد كذلك بوطة ديال السجاج وغادي نوضع فيها هاد الخالط هذا وتنحتفضو به كذلك حتى هو كان دهنو به الخبز ديالنا تيجي رائع جدا غير كيما كتلكم حاولو ما تحمروش الكبكو ديالكم بسف فاش ما كيجيكم وش هاداك الماداق اللي مر غادي نمرو الوصفة الموالية اللي هي وصفة جيل الزيتون الأخضر كيما غادلاحظو معايا هنا عندي واحد زلافة معمر جيل الزيتون الأخضر اللي محيد لها العدم غادي نحتاج كذلك معلقة كبيرة جيل للرباح و معلقة صغيرة جيل تومة محكوكا شوية جيل ملحة وشوية جيل عبزار وربع كأس جيل زيتون بنسبة للملحة فكتبقى على حسب الزيتون جيل لكم إلا كان مالح فغا تقلو الكيمياء كان الزيتون ما مالحش فغا تكترو هكا شوية الملحة هنا كيما شو معايا وضعت هاداك الزيتون في فتحانة كهربائية انا ما غاديش نطحنو بزاف يعني حتى غايجيني بحل بحشكل ديال بوري غادي نطحنو ونخلي فيها هكا واحد هو بيبات باينين تومة كيبقى لكم الاختيار كيما بغيتوا تطحنو هاداك الزيتون نطحنوه غادي نكمل طاحن ديال الزيتون ديال كامل باد الشكل هذا صفحة كي يتطحن من بعد غادي نفرغو فواحد الإيناء على هاد الشكل هذا ومن بعد غادي نطفلي هاداك الثوابيل كيما قلت لكم القصبر والمعدنس مقطعين تومة والملحة والإبزار وزيت الزيتون وغادي نخلط المكونات كاملين وغادي نتكون هادية الوصفة ديالنا ركاة جيسا هلا كيما اشتو معي وكادي الليدة بساف أكيد الليدان القبز وحتى هادا بطبيعة الحال غادي ناخدها ونبضعف واحد البواطا ديال الجاج ونقطعها مزيان هاكا باش ما كيدخلش لها الهواء وصافتا نحسط بيها كذلك جانبا واندوزوا باش نحضروا الوصفة الموالية في هذا الفيديو هادا هنا غادي نحضروا أملو ديال اللوز كي يجيرا جدا وما تفرقوش بينه وما بين الأملو اللي كان ناخده من الأسواق هنا عندي ازلافة دياللوز اختاروا أي لوز بغيتو إما البلدي أو الرومي أنا استعملت هنا غير اللوز الرومي كي يجي أحسن لأن اللوز البلدي كيكونوا في هادوك الحبات كيكونوا حاري ويقدروا انه مخسروا لنا الماداق جي الأملو ديالنا هنا دخلته الفران حتى كي يتحمل مزيان يعني كي ياخد غير هاداك اللون الدهابي هكا سوف يتنخرجوه وكما بطبيعة الحال كي يكون سخون مباشرة كنتحنه في الطحانة الكهربائية أنا هنا غادي نوريكم يعني وخام عندكم شطحانة لتكون هكا تطحن مزيان فراه تقدروا يعني غير هكا تخليه بودرة يعني ما شيف بشرط انه حتى يولي لكم بحال شكل جي الأملو أو شكل جي بخالي قد طحنوا غير هاد الشكل يكون بودرة وحتى إلا بقوا لكم هادوك الحبات بينين جي اللوز فراكتحيدوهم وكتعودوا تطحنوهم مع الكيمياء الأخرى اللي باقية صحيحة سوفي غادي نستمر بهاد الطريقة هادي حتى ستطحنو الكيمياء جي لكم كاملة لهم واكيد تقدروا يعني تطعفو الكيمياء على حساب الرابع جي لكم وهنا كنوضعو هاداك اللوز جي لنا في واحد لنا ومن بعد غادي نضيفو له كاس جيل الزيت الرومية مخلط مع زيت الزيتون ولا تقدروا استعملوا الكيمياء كامل ها جيل زيت الزيتون لحسب اللي بغايتو وهنا غادي نضيفو هاداك اللوز جيل معالق كبار جيل عسل النحل انا عندي هنا كيمكن لكم عسل النحل يعني يفضل استعملوه باش كتعديكم هكا الوصفة جي لكم صحية مئة بالمئة هانا كيمكن معايا غادي نبدا سنخلط هادشي كامل وكيمكن معايا راتي ولي بحال شكل جيل املو ولو اننا ما تحضناش هاداك اللوز مزيان فهاديك الزيت كتتساعد لنا يعني الخريط جي لنا باش كي ولي بحال املو تماما ونضعوها في واحد الاف وطاء ديال الزاج ونخليه جانبا حتى هو ربش ماء طول كي اعقد لنا شكل ديالو ونغطيوه ونتناولوه بصحة وراحة هادو كانو هما الوصفات ديالنا لليوم وصفات لكم مشتومعية بسيطة جدا ولكن راه كاتجي رائعة اكيد مني عادي تجربوها غادي تعرفوني عش كان هاداك صراحة وصفات لي في المتناول وزوينا بسيطة وصحية كمشتومعية نتمنى تكون لنا الاعجاب ديالكم وما تنسوش اللي جربتوها انكم تخليوا لي تعاليقكم باش ان شاء الله نزيد نعطيكم المزيد من الوصفات وكنشكركم الى المشاهدة ديالكم وعلى تعاليقكم عفوان الجميلة والى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله ومع السلامة